السلام عليكم. بزيكوا بلادي عملي ايه? معنا النهاردة محاضرة اتنين في مادة. معنا النهاردة الاستاك. تعال نشوف كده الاستاك بيقول ايه? طبعا يعني ده الكوريكولم بتاعنا المنهج بتاعنا استاك. بعد انكيو. مش عارف ايه مش عارف ايه تمام كده. تمام. اول حاجة لازم نناجع سريعا كده على ما هو الديناميك الري. تمام? الديناميك الري باختصار كده هو كان عادي بنعمله بس نعمله ببوينتر. تمام? بدل من نروح مسلا على الاية على ال- كده مسلا? بدل ما نقول无هم بدل ما نقول له مسلا انت. او مسلا انت ار مسلا اه ونت الدله مسلا حجم ليron اربعة مسلا. كده كنا بنعمل اه? كنا بنعمل انت. نعمل انت منعمل نسميه مسلا ار 2. ايكول new انت ونت потребله أه حجم حاجة كده زي اللي كنا بنعمله في الجاف. تمام. اه ده بيفريق عنده ايه? ده بيفريق عنده في كده حاجة. ان مثلا في الاري العادي انا كنت لازم ادخله الحجم بايه مقيمة ثابتة كنت ياما بعملها كونستانت ياما بعملها دفاين فوق ياما اكتبها بايدي. ما ينفعش مسلا نجي كده ما ينفعش مسلا نجي انت اكس اكوال مسلا الخمسة. تمام? وبجي اقول له مسلا هنا ايه? الاري ده شغال على الاكس. تمام? ها يدين ارر. يقول لي ان حجم الاري لازم يبقى لكن في حين انا لو عملتها هنا هنشتغل عادي. فدي كان واحدة من ما زال ايه؟ ال EVERY. تمام اهو فدي حاجة. اتاني حاجة ان الاري اقول له كده. منفعش اغير في قيمتو. لكن بما ان التاني ده بوينتر. فانا ممكن بكل بساطة اخلي بيشاور على اتاني اكبر. تمام? انا مسلا اجي هنا اقول له مسلا اا ار تو. تمام? بكل بساطة هيساوي نيو انت اوف اا شرين مسلا. اهان. وما هيقدرش قولي اياه حاجة. تمام? لان انا بكل بساطة ده كان بوينتر. بشاور علام ساحف الميموري. كان ايه اللي حصل? كان اللي حصل ان انا بكل بساطة انا جيت عملت ايه? انا جيت اعملت مساحة في الميموري. تمام? مساحة ديناميك طبعا. اه هم. فيها مسلا سيخ خمس اماكن. بس اعملت ار تو بتاعي. تمام? قلت له شاور لي على ده. تمام? بس ده ايه? ده اللحظ ان ده بوينتر. تمام? ديناميك. اوكي? والمساحة دي مساحة متعرفة ديناميك. على عكس المساحة الار العادي بيعملها دي امتباش متعرفة ديناميك. تمام? فانا بكل بساطة عز تكبر ار تو ده. روح تنا عمل مساحة اكبر. تمام? مساحة تانية في الميموري ايه بس متقسمها اماكن اكتر. تمام? وبكل بساطة قلت ار تو شايف شي اللي ده? ويعمل لي كده. فده اللي بيحصل. فهي دي ميزة من مزايا الديناميك ار ايه. تمام? او احنا كده قلنا مستين ان انا اقدر اخد الحجم بتاعه كفاريبل. في نفس الوقت اقدر اكبره. تمام? اه ليه ان انا اخد الحجم بتاعه كفاريبل دي ميزة? لان احنا عارفين مسلا لو انا عندي ايه? بدنامج معين مسلا هيرن على مجموعة ارقام. تمام? انا معرفش عدد الارقام دي. فانا عندي حلين ياما ان انا اعمل عدد انا شايف انه مناسب يعني عدد افرج. او عدد كبير بحيس انه ياسع اي ارقب. فالعدد الافرج ده هيواجهه مشكلة انه لو دخلت عدد اجور منه. بدنامج هيدرب. وبفكرة ان انا اعمل قريه حجمه كبير. البدنامج مش هيضرب بس انا كده بوست ميموري. ان انا كده بحجز مساحة في ميموري كبيرة جدا. يعني ممكن انا ما استخدمهاش. وفي نفس الوقت محدش ان اقدر استخدمها. فدي مشكلة الاريز العادية. فعشان كده بنتعامل مع الديناميك اريز. وشوفنا فكرة ان انا ازاي اعمل ديناميك اريز. تمام? نرجع انا محضرتنا. فاهو دي الفكرة ان انا بعمل بوينتر. يعني بدل ما كنت بعمل انت بوينتر اقول له اكوال نيو انت. انا بعمل اقواص الاريز. تمام? وطبعا ما ان ده اريز انا بحتاج اتخلص منه بطريقة ايه انا منها في الاخر. فلزم اعمل له استعمال الديليت. طبعا الديليت لاحظ ببعديها اقواص الاريز عشان انا كده بديليت اريز. مش بديليت بوينتر واحد. لانا بديليت مساحة كاملة. في الايه? في الميموري. تمام? تمام. نيجي بقى نشوف الاستاك وايه علاقة ده بي. الاستاك هو واحدة من انواع data structures اللي عندنا. طيب احلقته بالديليت ان هو فكرة data structures اللي عندنا زي الاستاك زي الاستاك زي الاستاك زي الاستاك زي الاستاك زي 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 زي. ان الحاجات دي ملهاش size limit. يعني مسلا مش هتيجي مرة اتدخل فيها مسلا element اقول لك لو والله انا اخري عشرة element بس ولا اخري عشرة element بس. فالحاجات دي كلها مبنية بطريقة انها بتكبر معاها. يعني انا مسلا يا مسلا ممكن بتبدأ بحجم صغير بس لو لقيت نفسها محتاجها تكبر بتكبر معاها بطريقة ديناميكة. تمام? فعنا نشوف ما هو الاستاك نفسه بقى. الاستاك هو بيقول لك حاجات الاستاك تمام? عليها وحيدة او عليها مشكلة واحدة او عليها يعني اشارة واحد بس في التشغيل بتاعها. ان هي ان اي insertة يعني انا ازود ايتم او اشيل ايتم بيحصل من اين? من فوق. يعني ايه? يعني مسلا تعال كده الالم الاحمر بتاعي. تمام? يعني فلنفترض مسلا ايه? تخاء متى يعني ما ما هتفكرش في الاستاك نفسه. فكر مثلا ان ايه? يجيت تذاكر مسلا لقدر الله. وحطيت لستة الكتب اللي انت بحتاج تذاكرها. افتكر ايام سنوي كده. تمام? انت مسلا كنت تقول مسلا احط ايه كتاب الفيزي الأول. تمام? بعد كده كتاب الانجليزي. تمام? بعد كده كتاب العربي. تمام؟ بعد كده كتاب الرياضة مش عايف كنتك كان عندكم رياضة عاملة از theirكم ايisé وهناك باء داس مصر تمام؟ بعد كده مثلاً كتاب الفرنساوي مثلاً أو الألماني أو يمكن لغة تلك تاخدها بعد كده كتاب الدين مثلاً لكتب الزاكر دي تمام؟ تمام طب أنا أرصد الكتب جداً أنا لما أجي عايز أزاكر هسحب الكتب منين؟ هسحب كتاب الدين الأول بعد كده كتاب الفرنساوي بعد كده كتاب اللي تحته بعد كده كتاب اللي تحته وهكذا تمام؟ طب لما مثلاً لو أنا أريد زود مادة جديدة أزاكرها هحطها فين هحطها فوق تمام؟ هي دي فكرة اللست نفس الفكرة إن أنا بيبقى عندي لستة حاجات مترتبة كده فوق بعض أو وراء بعض بسحب من الآخر وبحط في الآخر يعني الصور دي توضح أكثر إنه بيقول لك إيه إنه بيقول لك كان عنده استجفاضي جي حط حاجة حطها تحت خالص جي حط حاجة تانية حطها فوق إيها طيب جي حط حاجة من حطها فوق إيها طيب جي شيل شال آخر حاجة دخلت عشان كده بتسميها لي فوق اللي هي last in first out last in first out اللي هو إن آخر حاجة بتدخل هي أول حاجة بتطلع لإنه إحنا بنشيل وبنحط من نفس المكان من فوق لاحظ إن ده بنسميه تحت أو بنسميه الستارت بتاعي وده بنسميه الend أو top فأنا دايما بتعمل مع top بس ما بتعملش مع تحت ده خالص تمام تحت ده اللي هو هنا تمام جيت أحط حاجة جديدة أو حطت فوق طب فوق هاي جيت أشيل شيلت برضه من فوق بعدين شلت من فوق بعدين شلت ده لاحظ إن ده أول الواحد ده أول حاجة تحطت وآخر حاجة تشالت طب اللي أربع دي مثلا اللي أربع دي كانت آخر حاجة تحطت لكنها أول حاجة تشالت عشان last in first out تمام تمام طبعا الستاك يعني قبل ما نشوف الفونكشنز دي حنعرف الستاك ده بيتعامل إزاي كاكود الستاك ده بيتعامل إزاي كاكود يعني هى ابستارك داتا تايب ابستارك داتا تايب ده عبارة عن يعني في شوية معلومات وشوية فونكشنز هو بيقول لك شو الحاجات تعمل إزاي بس هو بيعرفك لفونكشنز دي بتعمل إيه تمام ايه دي الفكرة من هو بيقول لك الابريشنز بيقول لك اهو هاو هاو ده هو بس بيقول لك أن انت معاك ايه شوية اوبريشنز زي مسلا انت معاك مسلا تمام عندك اوبريشنز مسلا ما add وعندك remove وعندك size وcontains. دي شوية الحاجات اللي عندك. تمام؟ شوية data مربوطة ببعض. شوية operations بس من غير ما تعرف يا معمول ازاي. حاجة abstract. اظهر ان احنا اخذين الابستركت الترميل لفات. ان الابستركشن ان احنا نشيل يعني the implementation details من اليوسر. اهو. ابستركشن اهو. تمام؟ تمام. فبن implement الاستاك ازاي بالimplement الاستاك نحنا بكل بساطة بحجة من الاتنين او دي اي ابستركت داتا طيب بيتعمله حاجة من الاتنين دول. اما linked list اما dynamic array. احنا مشوفناش linked list دلوقتي فحنكسلها لحد ما اخدها. تمام؟ هنشتغل على ايه? على dynamic array. ال dynamic array هو عبارة عن array. في مساحة يعني في اماكن. والفكرة انه هو بيمكن ي expand بس. اي دي الفكرة كلها. فاحنا هيبقى معانا array يعني الاستاك ده الاستاك ده. هو array بس array محترم شوية عليه شوية شروط في شغل. تمام؟ بس كده. فطبعا بيديني شوية functions. ايه هي فقط. انا عرف مسلا ال array. ال array مسلا عادي. تعلم مسلا. يجيك كده. ال array اهو. تمام؟ والستاك. تمام؟ ال array مسلا بيديني بيديني ان انا اقدر اعمل index. اعمل index. يعني انا مسلا اوصل لما كان معين في ال array. مسلا اقول له. اف 5 مسلا. او 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 الستاك لا يريد الميزة دي. الستاك احنا قلنا لما انا عبا معي استاك. فلنفترض ان هذا الستارت. وده الاند بتاعت الستاك. الستارت ممكن نسميها بوتوم. والاندي دي ممكن نسميها ايه؟ طوب. كده. فانا بتعامل مع الطوب بس. فانا بالتالي لما اجي اعيز اشوف الحاجات اللي في الاري انا اه سوري انا اعيز اشوف الحاجات اللي في الستاك مقدر شوف الحاجات اللي في الستاك كلها. اللي هي هنا بس. فبالتالي انا مقدرش انديكس الاري كده عادي. انا عندي عندي فانجشن معينة بتقول لي ايه؟ او عندي يعني فانجشن اسمها طوب. بترتيرن الطوب المنت او بترتيرن الطوب المنت. بتورييني في ايه في الطوب هنا. تمام? اه طبعا مسلا انا في الاري مقدرش انسيرت او دليت او الانسيرشن و الديلشن انين يصعب لازي محتاج فانجشن. انا محتاج امبليمنته بـ ED لكن هنا عندي من؟ عندي push تمام؟ وعندي pop push بتـ insert و هنا pop بتعمل ايه؟ بالـ delete بالمنظر ده كده. طبعا انا ممكن ارى الـ length بتاعه او ممكن ارى الـ size ليس متذاكر ايهم بظل بس هو ما الاثنين انا انا مشتاقل نفس الفكرة انهم بيعرفني انا معايا كام element تمام؟ هنا برضو في الـ stack معايا حاجة زيها معايا length عشان ارى الـ length بتاعي عاملة ازاي تمام؟ طبعا يعني الـ array ببقى اصلا مساحة متعرفة مساحة متعرفة تمام؟ فانا بشتغل عليها تمام يعني مسلا انا فرضا انا عرفت ااااا تلت اماكن مسلا فهم تلت اماكن موجودين موجودين سواء بقى فاضين او مش فاضين بس هما موجودين تمام؟ على العكس على العكس مين؟ على العكس الـ stack الـ stack ده مثلا لو انا معرفتش فيه حاجة غريبا يبقى موجود يبقى فيه حاجة تمام؟ لحد ما ابدأ اعرف فيه بقى مثلا يبقى فيه item قد انا push كمان item قد انا push كمان item وهكذا تمام؟ فالفكرة ان انا ممكن اقعد اشيل منه اشيل منه اشيل منه اشيل منه mtd boolean function مجرد انها بتريترين ايه الـ stack ده فاضي ولا مش فاضي تمام؟ فلو تلاحظوا احنا كده عندنا كم فانكشن عندنا ايه؟ ااا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دي كده الخمسة فانكشن ده الخمسة حاجات الاساسية اللي بتعرفلي الـ stack تمام؟ طبعا يعني الـ link والـ mt والـ link والـ mt دي مش اختراعات يعني mt بتعرفني لو هو فاضي ولا لا تمام؟ والـ link بتعرفني لو فيه كم item تمام؟ عظيم جدا. التلات حاجات الاساسين اللي بيعرفوه هم ايه هم دول؟ لحظة اصلاح انا فيه اهو. الـ top والـ push والـ pop. الـ top بتعرفني الـ top element ايه؟ الـ push بتقول لي حط element. الـ pop بتقول لي ايه؟ fill element. تمام؟ عشان الحاجات دي هي دي الحاجات الاساسية اللي هنشوفها لما نجي implement code. دي الفنكشناليات الاساسية اللي انا محتاج اعرفها عشان اكتب code بيشتغل كانه stack. تمام؟ بس ايه دي فكرة الـ stack a- operations. او الـ operations يعني اللي بتعرفلي ان الـ array اللي معاها ده ما احنا قلنا بنعمله implement dynamic array. فدي الـ operations اللي بتعرفلي ان الـ dynamic array اللي معاها ده عبارة عن stack او بيتعامل معاملة الـ stack. تمام؟ طبعا يعني احنا هنكتب الـ stack مرة بأدينة عشان نفهموه شغال ازاي لكن الـ stack already implemented في حاجة اسمها الـ stack STL اوليها standard template library. دي اهي STL ايها standard template library دي library كبيرة فيها كل data structures اللي معاني. تمام بتcontain clauses و data structures والالجوريزم وحاجات كتير كده. ويعني معلومة صغيرة كده الحاجات اللي مكتوبة في libraries دي بتتبقى حاجات مكتوبة يعني افضل حاجة موجودة. يعني بتتبقى جربه كتير وعملوا حاجات كتير ومستعملين افضل practices الموجودة. عشان يطلعلك انضف حاجة بافضل quality وافضل performance. ليه بتتبقى افضل حاجة موجودة فيه وفضل انك تستعمل STL. لكن يعني احنا حنكتبه مرة عشان نفهموه شغال ازاي. تمام? تمام. فاهو بيقولك ازاي بنعرف stack. هنشوف طبعا الكلام ده كله في الكود في الفيديو الجاي. فازاي بنعرف stack بال standard template library ان انا باكتب stack. زي مثلا زي ما باكتب اا اي data type لما باكتب مثلا int x equal 10. تمام? باكتب ال data type. امم? التايب. تمام? بعد كده ال name. بعد كده equal value صح? هنا باكتب stack. stack ده type بتاعي. وبعدين بافتح القسين دول. القسين دول اللي وقتوا فاكرين من ال generic هما نفس الفكرة. ان انا يعني باعرف class generic. في ال C++ نسميه template class. تمام? وبعد كده بديله الطيب بتاع. او انا مسلا اشتغل على int باكتب int في القسين دول. لو انا عايزة اشيلي stringات باكتب string في القسين دول. تمام? تمام? باعرف stack. باكتب له مثلا name. بقول له مثلا s. طبعا بقى ايه? ممكن مثلا ممكن زي ال array مثلا ادي له initializer list. شوية حاجة تيبدأ بيها. ممكن ما اديوش حاجة بعدين اقول له s.push. او ده push فيه وها كزا. او push في items ومالة ده. تمام? طبعا هتلاقي ان عندك شوية functions. عندك empty. عندك pop. و push. و size. و top. كل كده الحاجات دي تكلمنا فيها. في بس يعني معلومة ممكن نقولها كده عشان يعني ممكن تلحبطك لو انت جاي من لغة او حاجة. ان function top. تمام? و function pop. تمام? احنا عاربين انا مسلا لو معي ايه? ثلاثة عاجات في الاستاك بتاعي كده. تمام? مسلا ليه ايه واحد. اتنين. ثلاثة. لما اعملت pop. حيطيارلي الثلاثة دي. تمام? احيانا. احيانا. function pop بتعمل احيانا function pop بتبقى void. تمام? دي احيانا بتبقى void. يعني بتطياره وخلاص. ما بترجع لكش حال. احيانا بت return. بتبقى off type. يعني مسلا يعني تطيره. تشيل التلاتة بس تدي هالي. تمام? فدي حاجة ممكن نقولها. وحنشوفها احسن لما نجي ن implement الكود بتاعي. تمام? تمام. بعد كده applications. الapplications دي هنسيبها في فيديو تاني عشان نحلل الفيديوهات بتاعي صغيرة ولزيزة وحلوة كده. هنعرف ايه نشوفها واحنا ايه ماشيين في موصلات في التاع. فبس كده لكم كل اللي معنا في فيديو ده. بعد كده هنشوف بقى يبقى فيه فيديو الimplementation. وفيديو تاني للapplications. وفيديو تالت او رابع مش عارف يعني على حسب. لحلول المسائل اللي في اخر المحاضرات. see you later.